موسيقى من جديد في المرمى طلبة وقعتكم لماذا طلب الاجتماع بلجنة الحكام الفرنسي كارتيرون ضيف في المرمى الاهلي يجساز الفتح ويزف عمر للتاريخ والاتفاق يثأر بثلاثية والوحدة يستعيد الفوز دير بالجنوب يرتسم لألي ضمك في الدقائق الأخيرة والسعود هنا ينافسون الأجانب في قصات الشعر في الدوري السلام عليكم ختمة اليوم الجولة التاسعة في الدوري السعودي بالنتاج التالية حيث تغلب ضمك على أبهف دير بالجنوب بهدفين لهدف بينما رد الاتفاق اعتباره وفاسع على مضيفه الفيصل بثلاثة نظيفة كان قد خسر منه في الكأس في مكة حقق الوحدة فوزا صعبا على العين بهدفين لهدف بينما الأهلي اكتفى بهدف تاريخي في مرمى ضيفه الفتح الأهلي وبعد خيبة الخروج المبكر من الكأس وضع كامل تركيزي على الدوري والاقتراب من الهلال في الصدارة مهمة تأمين المركز الثاني أمام الفتح لم تكن تبدو سهل على رفاق عمر السومة الذي حاول من أول هجمة تسهيل مهمة رفاقه لكن كرته أبعدها الدفاع بعدها جاء الدور على زميله ماركو مارين الذي لم يحسن استغلال تمرير تسليهم ضغط نهلوي في أول ربع ساعة لم يكلل بهدف السبق وفلادان يوصي لعبه متريتا بالتمركز جيدا وسط الدفاع المنافس للوصول للشباك الفتح انتظر حتى الدقيقة الخامسة والعشرين كي يهدد مرمى العويس من كرة ركنية من الزقعان لم يحسن استغلالها زميله سعدان النادي الجدوي يرد بركنية من الطرف الآخر ورأسية السومة يصدها القائم دفاع الفتح تعمل جيدا مع هجمات الأهل وهجومه كان الأخطر في آخر ربع ساعة تسديدة من المغرب مراد باتنا تصطدم بمحمد الفتيل لعب الفتح يطالبون بركلة جزا لكن الحكم خالد صلوي كان له رأي آخر بعد مراجعته للفار أخطر محاولة الشوت الأول وقبل نهايته كانت للضيف الحساوي كرة ثابتة قوية من الزقعان والعويس يتألق في إبعادها للركنية تصد أحبط مفاجأة الفتح في هذا الشوت بداية الثاني جهت فتحوية مثل نهاية الأول وهذه المرة تيفريدي ينطلق من اليمين ويسدد والعويس في المكان المناسب يبعدها للركنية الفتح لم يستغل فرصة أخذ الأسباقية والأهل يعاقبه سريعا عبر هدافه عمر السومة بضربة رأسية بقي الحارس يتفرج معها وهي تزور الشباك هدف هو السابع والعشرون بعد المئة نصب به اللاعب السوري نفسه هدافا تاريخيا لدور المحترفين الضيف تقدم إلى الأمام بحثا عن هدف التعادل والأهلي لم يستغل الفراغات التي تركها منافسه وضيع الضربة القاضية عبر لوكاس ليما في المرة الأولى والسومة في الثانية وحتى المجهود الفردي للبدل عبد الرحمن غريب لم يكلل بالنجاح بعدما اصطدمت تسديدة زميله إدريس فتوحي بالعارضة الضيف حاول التعديل في الوقت بدل الضائع لكن العويس أمنت فوق فريقه بهدف وحيد لكنه كان ثامين عزز به الأهلي مركزه الثاني على بعد ثلاث نقاط من المتصدر الهلال بينما سجل الفتح خسرته الرابعة للتوالي وضعته على بعد ثلاث نقاط من منطقة الهبط ونقول عنه هدف تاريخي لأن عمر السومة بهذا الهدف أصبح الهدف التاريخي لدوري المحترفين السعودي بـ 127 هدف متقدمن على اللاعب السعودي السابق ناصر الشمراني اللي تقول أنه ربما يعود لتمثيل أحد الفرق في الفترة الشتوية نذهب إلى الرياض من هناك كابتن عادل بطي إلى جواره كابتن عبد عطيف ونبدأ من عندك كابتن عادل مساء الخير أهلا بك من جديد خلينا نتكلم عن الحدث الأبرز في هذه المباراة قبل أن نذهب إلى الفنيان عمر السومة هدف تاريخي للدوري السعودي عادل ما رأيك؟ والله الحقيقة هذه أرقام تسجل لللاعب وتسجل أيضا للنادي الأهلي لاعب مثل هذا قضى الآن هذه السنة السابعة له يسجل فيه كل موسم رغم أنه بتال شيء مهم أن الأهلي ليس بكل مرة هو بطل دوري أو حتى أحيانا ليس بوصيف صحيح لكن اللاعب يستمر في التسجيل أعلى نسبة سجل أعتقد يوم فازل الأهلي بالدوري أعتقد 27 هدف نسبة تسجيل عالية جدا مع فريق حقق في سبع سنوات دوري واحد إذن هذا اللاعب يستحق أنه بارك له ويستحق كل هذا المجد الذي حققه مع فريقه الأهلي ومجده بالنسبة للشخصي وبالمناسبة سيسجل للأهلي أنه استطاع استخدام مثل هذا اللاعب يكون أعتقد زي ما في بطولات وكؤوس في تاج للأهلي جديد بوجود الكابتن عمر السومة عمر السومة عقدة ينتهي في واحد واحد يعني بعد سبع أيام نحن اليوم 23 صحيح أو خلق بعد ثمان أيام ديسمبر 31 يوم وعمر السومة بيكون 32 سنة برضو هو يخلص عقده الجاي عادل شرائك بيكون عقد الأعلى لأنه هو الهدف التاريخي 32 سنة بيخرج من الأهلي أو لا يعني خلينا نقول أنا أتكلم بموضوعية عمر اليوم مو في أحسن مو بعمر اللي قبل ثلاث أو أربع سنة لكن ماذا؟ هل يسجل؟ وهذا الأهم تسألني مثل العقد القادم؟ أكيد لن يكون مثل أنا ما أتكلم عن النواحي المادية أتكلم عن نواحي فنية بحتها استمراره في الأهلي في ظل الظروف التي يعانيها الأهلي مادياً وزميلنا الأستاذ عبد الله مؤمنة أعتقد أنه هل عندهم الملاء المالية أن يقدروا يجددون مع عمر السومة؟ المشكلة إذا خرج يعني الجماهير لا تقدر ولا تعترف لا في مال ولا في ظروف تبغى النجوم يبقون لكن هل عمر عنده استعداد يقدم تنازل إلى حد ما مادياً؟ هل أندي هناك عرضة على عمر السومة مبلغ يعني يفوق المبلغ الذي يعرض عليه الأهلي بنسبة لا يستطيع أنه يعتذر عنه؟ أنا أقول الأمر بصراحة صعب على الأهلي وحتى على الكابتن عمر السومة اليوم تصريحه كان مثالي وجيد يعني كأنه ما زال يغازل الأهلي لكن في الوضع الراهن أنا أعتقد فيه ظروف صعبة عبدو عبدو أتكلم برضو يعني أعتقد هو الحدث الأهم اليوم السومة هدف تاريخي ماذا يعني للاعب أن يكون هدف تاريخي لدوري محترفين مثل الدوري السعودي أولاً أمسي عليك أخوي بتال ولك وحشة صراحة قد ناك في الفترة الماضية ومسي على الكابتن عادل وعلى جميع متابعي برنامج في المرمى إضافة إلى ذلك أنا أعتقد أن الكابتن الكبير عمر السومة لم يحظى بلاعبين سوبر خلفه يعني عكس الآن جوميز في فترات أو حتى اللاعبين السابقين الهدافين التاريخين أضف إلى ذلك أنا أعتقد أن عمر السومة في فترة من الفترات أثرت عليه الإصابات يعني ترى عمر أنا أعتقد لو الإصابات التي لم تعرضت لها أعتقد أن هذا الرقم كان سيكسر قبل هذا بزمن كثير يعني عمر العطلت أو في أحد المواسم نبتعد عن المنافسة بسبب قلة المشاركة وأيضا ضعف العناصر الأجنبية في الأهلي خلال الثلاث سنوات الأخيرة فبالتالي نعتقد أن السومة كان من المفترض أنه يحظى بلاعبين ذو جودة أكثر خلف السومة أيضا السومة دعونا نتحدث بشكل أكثر لديه نواقص لكنه يعرفها ولا يذهب لها السومة لا يجيد اللعب كثير خلف أو خارج الصندوق فالتجاه السومة يعرف إمكانياته جيدا فلذلك يبقى قدر الإمكان قريب حوالي منطقة الثمنتاعش ولا يملك قدمين جدا مميز فيها بليمين بليسار وأنا أعتقد أهدافها الجميلة والكبيرة والمؤثرة تشهد على ذلك أن هناك ولد نجم وسيبقى نجم ورقم أعتقد أنه لن يكسر في القريب العاجل طيب عبدو الرقم هذا ممكن ما يكسر في القريب العاجل أخذت السؤال مني نحكي عن الأركام اللي بعدها جوميز فوق الخمسين حمد الله فوق الستين من موسمين كلهم بس طبعا حمد الله ثلاثين عام كملها في قبل أسبوع في ديسمبر أربعة وثلاثين سنة لجوميز يبدو خارج المنافسة جوميز حمد الله مرشح لي إذا ما استمر لكسر هذا الرقم عبدو شوف هي لما نحسبها نسبة وتناسب مقارنة بعدد المباريات حمد الله يتفوق فعلا حمد الله حمد الله ذكرت نقطة أن عمر السومة لا يجيد الحل الفردي يعني عمر لا يصنع لنفسه عكس حمد الله حمد الله يصنع لنفسه فلما يخرج حمد الله خارج الثمانطاش يجد الحلول عكس السومة السومة الحل الوحيد خارج الثمانطاش هو التسديد حمد الله الحل الفردي موجود لكن أعتقد أنه الاحترافية والاهتمام بالجانب البدني واللياقي لدى عمر السومة يؤهل أكثر من حمد الله حمد الله هو الأقرب لكسر هذا الرقم إذا استمر أعتقد لأكثر من موسمين أعتقد إذا استمر لأكثر من موسمين حمد الله في الكرة السعودية سيكسر هذا الرقم هذا تحليل ورأي شخصي قد يجعب الصواب وقد يكون صحيح طيب محمد الله والسومة ممكن نشوفه أبقى من الثاني ممكن أقول يمكن يكمل في الأهلي يمكن يزيد غلته سواء في الأهلي أو برا مباراة اليوم كابتن عادل الفتح يلعب كورتها الجميلة ويستحوذ لكن أحيانا تخونه النهايات ما رأيك رغم أن المباراة ما كانت قمة فنيا لكن فيها كلام كثير تفب من اللي فاز فلادان فاز على فييرة بس من اللي كان أفضل في المباراة في رأيي أتكلم عن توظيف عناصر في فييرة الأهلي بدأ أربعة اثنين ثلاثة واحد إدريس فتوحي كان يلعب ثمانية مارين كان يلعب عشرة قلبي الدفاع يعني أول مرة يلعبون بعد ما اليوم صار خبراني وألف تيل أول كنا نشوف معتز عبد الباصط معتز وخبراني ما هو هذا موضوعي موضوعي في رأي الثنائيات اللي كان يسويها اليوم عبدالله حسون اللي يعتبرها من أحد نجوم الموسم اليوم أغلقوا لو شفت الطرفين اليسار السعيد محمد وتوفيق ابو حيمد اثنين هم يجدون أدوار دفاعية إذن ثنائيات باتنا ونواف البوشل سفيان بن دبكة هو علي الزقعان اللي شفناه اليوم كان يلعبون ألا لعبوا أربع ثلاث ثلاثة ومن ثم أربعة واحد أربعة واحد تشوف ثنائيات ومثلثات كثيرة اليوم في فريق الفتح هو فريدي كرأس حربة حتى الآن يعني يمكن عائد من إصابة ووضعه ما كان جيد كحاسة تهديفية لكن اليوم حتى في الاستحواذ اليوم تكلم عن فريق الفتح مرادباتنا اليوم فاز الأهلي لأنه عنده لاعب يسجل وعنده حارس محمد العويس يعني لو شفت الفرص الحقيقية التي تحقت للفتح للتسجيل في نهاية المبارات كان واضح العلامة الفارقة هو اليوم في الأهلي أنا ما أعرف يعني أتمنى أنه يوصل لهم مثلا الرسالة إذا قبلوها في الأهلي العناصر الوطنية أو المحلية أفضل مش كلهم لكن بالعموم يعني لا اترك الافترق إلى السومة مثلا قد يكون هو المميز لكن أتكلم عن عبد الرحمن غريب يوم نزل غير شكل فريق علي الأسمر بدتلا أنا أعرف منتخب الشباب والمنتخب الأولمي يلعب ثمانية بشكل ممتاز شفه يوم نزل غير حتى شكل الفريق اليوم لما تشوف العناصر يعني أنت أهلي حتفقد اللاعبين ذولة وزي ما تشوف لعبت الأهلي منتشرين في كل الفرق السعودية أخشى يوم أن الأهلي يفقد عبد الرحمن غريب لأنه إذا ما تحت له الفرصة أن يلعب وهو في هذا التواهج بيتعب كثير علي الأسمر نوح الموسى في البداية ما كان يلعب اليوم نوح من أهم الأسماء التي تلعب في فريق الأهلي أنا أقول لك الفاتح الحقيقي أعجبني رغم الظروف التي صارت في المبارات لكن الأهلي ترى على فكرة حتى أنت المركز الثاني أن نرى الأهلي مبسوطين لكن في هذا الوضع ما رح يروح بعيد الأهلي حتى وهو يحصل الآن على 19 نقطة سأعتقد أن وضع الأهلي في هذه الحالة الفنية وفي لادان مشكلة كبيرة في الأهلي فنية نتكلم زين عادة صديقيك عبد الله مؤمنة لا أطلب منك نصيحة صح؟ والله هو متواصل معي بصراحة والله أدعو له وممكننا أن أتعاطف معك كثير لأن يعود في الظروف الشخصية والظروف التي عيشها في النادي بصراحة طيب أعطى نصائح جيدة عبد الله خلنا نأخذ من كلام كابتن عادل أنه لعب الأصغار يجب أن يأخذوا وضعهم يوم لعبت سأسين في شاب كانت 19 أمرك صح؟ أو 20 أظن بعدما رجعت منتخب للشباب في الكويت لا لعبت لما صرت أساسي لما صرت أساسي في الأول لم أكمي 18 لم أكمي 18 طيب أنت يعني تتفق مع كابتن عادل بينه غريب على أسمري حسون لازم يثبتون لازم يأخذون فرصهم المشكلة بالتالة أنا أتمنى أنك معد تسأل عادل قبلي تسألني أنا قبر لأن عادل كل الكلام اللي كان موجود في بادي وذهني قال عادل يعني بالحرف الواحد فعليا يعني الأفكار نفسها اللي موجودة عندي قال عادل فعلا أنت الآن لما نتكلم وهذه رسالة مبنية على تحليل فني لجمهور الأهلي إذا كنت تريد المركز المراكز المتقدمة لن تذهب بعيدا بهذه الأدوات وبطريقة الأدوات الأجنبية أقصد المحلية يضف إلى ذلك أنك الآن لم تعرف ولم تقيم لاعبيك يا أفلادان بالشكل المطلوب ليس من الممكن أن يكون عبد الرحمن غريب احتياطيا لمرتيتا ومارين الاحترام الكبير جدا ليس من الممكن أن يكون ليما هو ظهير أجنبي في الأهلي مع احترام الكبير حتى لن أتكلم للمقابل المالي لا أريد أن أذهب إلى فيسا لاعب يلعب في الأهلي ونتظر منه فقط افتكاك للكرة الأهلي إذا استمر على هذا المنوال وعلى هذا المنهج لن يحقق البطولات النفس القصير ولن يحقق البطولات ذات النفس الطويل الماحترام الكبير الأهلي سيضيعون من حياتهم الكروية ومن تاريخهم سنوات بدون حصيلة أي بطولة أو إنجاز إذا استمر الوضع الفني على ما هو وهذه يعني الآن الأهلاوين هم محترفين لأن لما انتقد الأهلي في فترات معينة وقلناها بعد مبارة النصر الأهلي بهذا الأداء وبهذا الأسلوب لن يذبين فلادان إلى الآن أنا أعرف في فلادان حاجة وحدة أنه يلعب أو يلعب بطريقة الأربعة اثنين ثلاثة واحد فقط الأسلوب لا أعرف ما هو الأسلوب هل هو إقفال المناطق والارتداد هل هو الضغط العالي هل هو الدفاع في المنطقة فعلا كابتن عادل قال نقطة الأهلي لديه رأس ولديه يدين تتمثل في عمر السومة والعويس وبعض اللاعبين الشبان الذين أتوقع لو أخذوا فرصة فنية سيكون إضافة أفضل من العنصر الأجنبي شكرا عبد العطيف شكرا عادل بطي شكرا عبد العطيف عمر السومة الله على السوري الله على حبيبهم اللزم هذا حبيبهم اللزم والأهلاوي يقول يا عمر أنت حبيب للزم أنت حبيب للزم عمر السومة نعم ينفجر الأهلي نعم شكراً يستهل عمر السوم وفوق أنه هدف كبير هو أيضا صاحب خلق رفيع في الملعب وخارجه وهو أيضا أصبح مقيما دائما في المملكة العربية السعودية وبذلك سنضمن أن يستمر أيضا بعد نهاية عقدة في السعودية بعد نهاية عقدة مع الأهلي في السعودية سواء في الأهلي أو في غيرها سنتحدث عن عقدة ربما في منصة أخرى ولكن في المباراة الثلاثة الأخرى كيف جرت الأمور؟ هنا التفاصيل بعد أسبوع من مواجهتهما في الكأس الفيصلي يستضيف الاتفاق في الجولة التاسعة من الدوري الاتفاق دخل بنية تعوذ الإقصاء من مسابقة الكأس صالح لقميز النشيط على الجهة اليمنى أرسل عرضي أبعادها دفاع الفيصلي وتونسي نعيم السليتي على الطائر أسكن الكرة في الشباك عند الدقيقة الرابعة والعشرين الهدف حفز لعبي الاتفاق على الهجوم وهنا محمد الكويكبي أراد أن يخادع ملائكة بتزديدة قوية مع بداية الشوط الثاني أجرى شاموسكا تغييرين بدخول أحمد العنيزي وخالد كعبي الصورة لم تتغير في الشوط الثاني الكويكبي واصلت حركاته وتزديدة محمد استقرت في أحضان مصطفى ملائكة الضغط المتواصل للاتفاق أثمر عن ركلة جزاء أعلنها تركي الخضير وأكدها حكم تقنية الفيديو المساعد فيليب كيش يتقدم ويسجل ثاني أهداف الاتفاق عند الدقيقة التاسعة والستين بعد الهدف استمر اعتراض الطاقم الفني للفيصلي على ركلة الجزاء ما أسفر عن طرد اثنين من أفراد الطاقم في الوقت بدل الضائع من المباراة ديسوزا يقود هجمة للاتفاق ويضع أزارو في مواجهة المرمى والمهاجم البديل يوقع على الهدف الثالث لفارس الدهنة بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد انتهت المواجهة بين الفيصل والاتفاق الضيوف رفعوا رصيدهم إلى أربع عشرة نقطة في المركز السادس فيما تجمد رصيد الفيصلي عند ثلاث عشرة نقطة في مدينة مكة استضاف الوحدة فريق العين فرص الخطيرة كانت حاضرة من الطرفين منذ البداية محاولة من الوحدة تصدى لها الحارس محمد الشمري والقائم ينقذ العويشير من تزديدة مونتاري المخادعة خطأ في التمرير من لعب العين في المنطقة الدفاعية استغله ديمتري بيتراتوس يمرر إلى هرناني سانتوس وهدف أول للوحدة في الدقيقة الخامسة والعشرين فرحة أصحاب الأرض لم تدم طويلاً مونتاري يظهر من جديد على الجهة اليسرى وهذه المرة تزديدته وجدت طريقها إلى شبك العويشير عند الدقيقة الثامنة والعشرين لم تنجح بعدها محاولات لعب الوحدة في التسجيل لتأتي الهدية من نيران صديقة وبأقدم حسن الحربي بعد عرضية هرناني سانتوس قبل النهاية بـ 11 دقيقة الأرض ابتسمت لأصحابها في هذه المواجهة الوحدة وصل إلى النقطة الثانية عشر بينما توقف رصيد العين عند النقطة السابعة في دربي عسير ضمك متذيل الترتيب استضاف أبها ركنية للضيوف وبرأسية محكمة سجل كريم العواضي أول أهدف اللقاء بعد مرور تسع دقائق بعدها كرة ثابتة لأصحاب الأرض استغل سيرجيو فيتور بتسجيله هدف التعادل لضمك في الدقيقة السابعة والثلاثين يا جبار فريق المدرب نور الدين زكري حاول حسم المباراة في لحظاتها الأخيرة وكان له ما أراد بعد كرة مازن أبو شرارة التي أسكنها الشباك في الوقت القاتل ليهدي فريقه فوز ثمينا رفع به رصيده إلى سبع نقاط فيما تجمد رصيد أبها عند النقطة الحادية عشر عصام عامر العربية بالمباراة الثلاثة ذهبوا إلى رياض دكتور تركي العواد سيتحق بنا أو هو فعلاً التحق بنا الآن من رياض دكتور مساء الخير حياك الله مشتاقين ثلاث مباراة خلينا نبدأ من ديربي الجنوب كابتن هل يستحق أن نطلق عليه لقب ديربي فعلاً هل شهد إثارة وندية بما يسمح بإطلاق ديربي طبعاً بيزعل نور الدين زكري أعتقدنا ديربي يعني حماس اللي اليوم شاهدناه والأداء الراعة طبعاً نور الدين زكري يرفض أن يكون ديربي ولكن هو ديربي في ملامح ديربي كلها أيضاً من منطقة وحدة إضافة إلى الحماس غير العادي وأعتقد أنه وجود هذا الديربي هو سبب فوز ضمك لأنه ضمك كان أقل فنياً بمراحل من أبهى أبهى كان منظم كان فريق جيد عنده عناصر للفوز ولكن الحماس أعتقد الوحيد هو العامل تقريباً شبه الوحيد اللي أعطى ضمك هذا الفوز بدت المباراة بشكل رائع لأبهى منظم أداء فريق من فرق الوسط تقتف نفسه عالي وسجل هدف مفروض أنه يبني على هذا الهدف ولكن مع الأسف تراجع وبدأ ضمك يمسك المباراة بشكل أفضل أعجبني نوردي ذكري في آخر مباراة ومنصور حمزي ونزول مازن أبو شرارة يعني غيرت فكرة مباراة كان أبهى مندفع وهجمتين كان المفروض منصور حمزي سجل الأولى ولكن في الثانية هو من صنع الهدف لذلك هي مباراة أبهى أفضل ومنظم أفضل عناصرية من الحراسة إلى الهجوم كم فقط الظاهرين اللي ضعيفين في أبهى لكن نور الدين ذكري يقدر يتفوق ويخطف ثلاث نقاط بالحماس وأيضا بالخبرة والتغييرات الجيدة عكس عبد الرزاق الشابي اللي كانت تغييراته نهائيا غير جيدة اليوم سعد بقير تتذكر نتكلم عنه العام الماضي وكتبنا عنه قصائد هذه أسوأ مباراة لقدوين اللاعب الرائع والمميز كارلوس ما أدى مباراة جيدة صالح العمري يعني اللاعبين المهاجمين اللي نتوقع منهم أنهم يكون في أفضل حالاتهم ما كانوا في أفضل حالاتهم رغم هذا كان أبهى أفضل وأكثر تنظيم جميل كابتن أنه اليوم عندنا أكثر من أنبارات أنه الأفضل لا يفوز هذا الدليل على تقارب المستويات دليل عنه ما في فريق ضعيف الدور السعودي أكثر من دليل أكثر من فكرة ممكن تطلع من هذا الموضوع يعني الجانب الأول أنه فيه فقد للتركيز من كثير من الفرق الجانب الآخر أنه فيه فرق ما تستغل إمكانياتها الاستغلال الأكبر مجرد ما يسجل فريق هدف يهدأ ويبدأ الفريق الثاني يبدأ فيه أكثر من سبب إضافة إلى ذكاء المدربين أحيانا في التغييرات الدكة أيضا لها دور هذه انتصادق مباراة العين والوحدة نفس الشيء كان العين أفضل في المباراة وكان ماسك مباراة بشكل جيد الفتح كان أفضل من الأهلي يمكن المباراة الوحيدة لعكس التوجهات وعكس هذا التيار وهي مباراة الاتفاق والفيصل كان الاتفاق ماسك المباراة نحكي شوي عن الاتفاق الاتفاق يفوز بثلاثية خارج الديار كبتن من المرات القليلة لفريق كبتن خالد العطوي هذه مشكلة الاتفاق ومشكلة خالد العطوي أنه مباراة يلعب تقول هذا فريق من فرق المقدمة ما يلعب بهذا الأسلوب إلا الهلال للنصر في أفضل حالاته الأهلي في أفضل حالاته ولكن في مباراة يلعبها ما يلعبها أقل الفرق في الدوري يعني متذيل الدوري ما يلعب بهذا المسافة هذه مشكلة فريق الاتفاق أنه حبه فوق وحبه تحت اليوم لعب مباراة أكثر من رائعة منظم ماسك المباراة استغل طبعا أنه الفيصلي ما كان في وضع جيد في نقطتين أريد أن أتكلم فيه في هذه المباراة غير الجانب الفني حكم المباراة لا أتكلم عن أخطاء مباراة كان ممكن تكون من أروع المباراة لكن كان يصفر بشكل كبير 32 فاولة بالتال في مباراة واحدة يعني كل دقيقتين يصفر كل دقيقتين وشوي يصفر قتل المباراة وجعلها بطيئة جدا 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 فأتمنى من تركي المباراة الثانية يمشي اللعب مشكلة تطول الكرة على يطيح يأخذ فاول الطرد الذي صار للإداريين صراحة شكله غير جيد معبدًا تركيز المخرجين على الإداريين في كل مباراة ويبدأ يسوي شو ومسرحية ويبدأ يتكلم مع الحكم دعوه هذا الدور دور المدرب أعتقد أنه قيام أشخاص آخرين بأدوار مدرب شكله غير جيد على الشاشة شكرا دكتور ترك العواد شكرا دكتور ونذهب بعد المباريات إلى الوقف الأولى ثم نستقبل ضيفنا ونسأله لماذا طلبت الاجتماع بلجنة الحكم وكيف يرى مستقبله في التعاون والدول السعودي كارتيرون الفرنسي بعد قليل حياتكم الله الأنيق الفرنسي باتريس كارتيرون ذو العينين الزرقاوين واحد من أهم المدربين الذين تركوا بصمة في القارة السوداء اليوم يقد التعاون في تجربة بعد تجربة مريرة سابقة في الدور السعودي ربما عدا ليمحوها من ذاكرة الناس قبل استقباله نقدمه بما هو آت سانت بريوس في شمال غربي فرنسا مدينة صغيرة تطل على بحر المانش مع منتصف عام سبعين يولد باتريس كارتيرون يضع خطواته الأولى رياضيا في نادي مدينته ثم ينتقل إلى لافال في الدرجة الثانية قبل أن ينتقل مجددا إلى فريق رين ليلعب له حتى عام سبعة وتسعين ثم يخطو الخطوة الأهم في مسيرته حين انضم إلى ليوم بعد أن كان ليوم فريقا في المراتب المتوسطة أنهى في موسمين متتاليين ثالثا متأهلا إلى دور أبطال أوروبا وفي 2001 انتقل كارتيرون إلى سانت إتيان بقي معه موسما قبل أن يذهب إلى إنجيلترا مع سندرلاند لموسم واحد فقط عاد بعده إلى سانت إتيان قبل أن يعتزل مع كان في 2007 في الموسم التالي لاعتزاله تم تعيينه مدربا لكان بقي معه موسما ونصف قبل أن ينتقل إلى ديجون لثلاثة مواسم وحين أنهى موسمه الأخير كمدرب لديجون تعاقد مدربا لمنتخب مالي محققا معه المركز الثالث في كأس أمم أفريقيا 2013 قبل أن يقرر العودة لتدريب الأندية ويوقع عقدا مع مازينبي الكونغولي في 2015 ومع مازينبي فاز كارتيرون بأكبر ألقابه توجى بدور أبطال أفريقيا ثم انتقل إلى وادي دجلة في مصر قبل أن يحضر في 2017 ليدرب النصر السعودي كرابع مدرب فرنسي يقوده وفي ثلاثة أشهر خسر نهاء كأس ولي العهد أمام الاتحاد وخسر أمام الهلال الغريم التقليدي بخماسية لهدف أنهت مسيرته معه في البلاد عاد كارتيرون إلى مصر مع الأهلي دربه خمسة أشهر تقريبا فيها خسر نهائيا آخر كان نهائي دور أبطال أفريقيا يومها خسر أمام الترجي التونسي ليرحل غربا إلى المغرب ومع الرجاء البيضاوي حقق كأس السوبر الأفريقي منتقما من الترجي قبل أن يعود إلى مصر مع قطب الكرة المصرية الآخر الزمالك حين وقع كارتيرون عقده مع الزمالك أصبح خامس مدرب في التاريخ يدرب قطبي الكرة المصرية ومع المدرب الفرنسي عاد الزمالك ليعانق الألقاب حقق السوبر المصري على حساب الأهلي في بداية العام الجاري بعد ستة أيام فقط على تتويجه مع القلعة البيضاء بلقب السوبر الأفريقي في منتصف سبتمبر الماضي وحين كان الزمالك يستعد لنصف نهائي دور أبطال أفريقيا فاجأ كارتيرون جماهير الفريق الأبيض بالاستقالة وبعد أيام ظهر في الدوحة ليبدأ مشواره مع التعاون الذي قاده في ثلاث عشرة مباراة حتى الآن فاز في خمس تعادل في خمس وخسر ثلاثا منها اثنتان في البطولة الأسيوية وسجل فريقه ثلاثة عشر هدفا فيما تلقت شباكه مثلها محمد القناص العربية نذهب إلى القصيم وتحديدا من جميلة القصيم بوريدة من هناك التحق بنا سيد باترس كارتيرون مدرب تعاون كابتن باترس سعيد باستضافتك حياك الله أهلا وسهلا بك مساء الخير وشكرا جزيلا والسلام عليكم كابتن كان فوز مثير البارحة بأربعة هداف على فريق قوي مثل الشباب حدثني عن الفوز هذا النصر جاء ليتوج عمل هائل قام به الفريق والإدارة على مدى أسابيع كما قلتم في التقرير جئت وقبل قدومي كان الفريق بسوى 0.71 نقطة بالمباراة وبعد فترة قصيرة ضعفنا هذا الرقم وصلنا إلى 1.42 نقطة لكل مباراة هذا شيء جيد مشجع كما شرتم في التقرير خسرنا فقط مباراة منذ بداية الموسم وعملنا كثيرا على الدفاع واليوم أنا سعيد جدا أننا على مستوى الدفاع بدأنا في تحقيق نتائج ونحرز تقدم صحيح كابتن كنا نشاهد التعاون في الخمس أو ست موسم الماضي أحد الفرق الكبار في المنافسة سواء في بطولة الكاسة أو بطولة الدولية هو مؤثر دائما لكن هذا الموسم كابتن لم يعود كما كان موسم الماضي هو هذا الموسم لماذا أنت يوم وصلت لبريدة كابتن ماذا وجدت وين الخلل أعتقد أن النادي واللاعبين فقدوا الثقة خسروا 11 مباراة قبل قدومي ولاحظت أثناء البطولة الأسيوية أن هناك عمل جبار يحتاجه الفريق وقلت ذلك منذ وصولي قلت أن أنا في وضع كارثي الوضع كان سيء للغاية وكان يجب العمل دون هوادة وعدت بنا التشكيل ركزنا كثيرا على الجانب الجسماني وكذلك على الجانب التكتيكي ولكن بالأساس عملنا كثيرا على الجانب النفسي والإدارة البشري على كافة المستويات حتى يسترجع الجميع ثقة في هذا الموسم كابتن سيكون موسم إعداد للتعاون وبناء فقط لا تبحث عن المنافسة كذلك أود أن أقول أولا أنني بدأت هذا الموسم بالقول أن نتمكن من التنافس أو منافسة مع الكبار ونظهر القيم ما يهم بالنسبة لي هو أن الفرق التي أدرب لديها فضائل وهو أن يستمتع الأنصار وكذلك أن نريح لدارة بالنسبة لي يجب أن نكون كورمة جدا في الميدان نعمل دون هوادة أن نركز على الجانب التكتيكي ونطور كورة قدم تمتع الأنصار بالنسبة لي كان هناك حاجة ليعطي روح للعبين في الفريق جميل كبتن ماذا تحتاج أنت الآن كمدرب لعودة التعاون عودتك منافس بطل الكأس في واحد من أفضل الفرق يعني مركز ثالث مركز ثاني كان طوال الموسم قبل الماضي ماذا تحتاج مواصلة العمل مع اللاعبين وإظهار مباراة بعد مباراة بأن هناك تقدم يتحقق تحدثت لك عن التحسن عن مستوى النقاط واللاعبين كان هناك لاعبون يواجهون صعوبات لدى قدومي واليوم لدينا دفاع قوي لدينا لاعبون في الهجوم لهم ثقة في النفس وأعتقد أن الأساس بالنسبة لي هو أن نواصل العمل مع اللاعبين وهم يدركون أن لدي منهجية خاصة بي وأطلب والكثير من من يعمل معي ودائما أقول أن هناك نتائج تتحقق واللاعبون هم على المسار الصحيح ويجب أن نستمر نعم كابتل لديك السباعي أجنبي ممتاز في الفريق اللاعبين لجانبوا يدون بشكل ممتاز لكن لديك واضح خلل في قدرة أو في إمكانيات اللاعبين المحليين هذا العام تحديدا كيف ستعالج هذا الخلل؟ لا ليس هناك مشكلات في اللاعبين المحليين أنا راضي جدا إذا أدى كافة اللاعبين بمن فيهم اللاعبين المحليين الذين يعملون بجد هناك لاعبون مثل سميهان الذي يبلي بلاء حسنا في هذا الموصل لدي تشكيل اليوم حيث لدي لاعبين في كل مركز وظهرت ذلك قبل أيام من خلال إعداد فريقين أثناء مباراة داماك في مباراة الكائس وقلت لهم أن الأمر يتعلق بتنافس ليس هناك رقم واحد ورقم اثنين يجب أن كل أمور واردة قبل كل مباراة جميل كابتن كنت قد طلبت قبل أسبوعين أعتقد بعد أحد الجولات أن تجتمع بلجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدر كنت غاضبا يومها بعد المباراة وقلت أريد أن أجتمع مع هؤلاء لماذا طلبت هذا الطلب ماذا كنت تريد كان لدي شعور على غرار زملائي مننا بحاجة إلى بعض التفسيرات وأخذ مثلا مثال اللمس باليد أحيانا نحتاج أن يشرح لدينا لنا الحكام ما يحدث وقبل نهاية السبوء لم يكن هناك يضرب الجزاء على مدى 13 أو 14 الشهر ولا أرى أن هناك ربما موقف متحيز ضد فريق كنت محبط وعبرت عن ذلك يومها ولكن الأساس هو أن لدي نفس الشغف مع الحكام نريد أن نتحدث مع بعضنا البعض أردت حوار فقط لم أرغب في تقييم عملهم الصعب نريد فقط حوار حتى نفهم بعض القرارات التي يتخذون جميل كابتن هل تلقيت أي طلب أي رد على هذا الطلب لم أحصل على أي رد أو تفسيرات سعيت لطرح أسعيل بشأن بعض الأليات اللاعب والغموض في المباراة هذا ما حدث أشهدت الكثير من المباريات وذلك من أجل رؤية القرارات التي تتخذ بعد الرجوع إلى التقنية الفار وأردت أن أعطي أيضا ردة فعل أو ربما سلوك معي لللاعبين أثناء المباراة جميل كابتن يعني استغل العربية الآن كامينبر قناة العربية يسمعه الجميع ما كنت تريد أن تقولها للحكام قله لنا الآن هم سيسمعون بكل صراحة أرى أنهم يقومون بعمل جيد جدا ولكن أني أنتفذ على قرارات الدكت البدلاء وغالبا ما يطلب أولئك الذين يجدون على دكة البدلاء العودة إلى الفار وهذا قرار يعود للحكام لا يجب ضغط على الحكام وإعطاء صورة سيئة عن كرة القدم ما قموا به هو تجيئ الحكام ليتحاوروا أكثر فأكثر معنا وليشرحوا القرارات التي يتخذونها وهذا بنسبة لي أمر طبيعي جدا فهم الذين يتخذون قرارات ليست بأسهلة عندما أرى المباريات وحتى عندما يعود إلى الفار يصعب عليه حسم الأمر أنا لا أريد أن نحكم على قرارات الحكام وأريد فقط أن نفهم منه كابتن طوال مسيرتك لم تحقق لقب دوري إلى مرة واحدة مع معزين بي في أفريقيا بقيت بطولتك كؤوس والسوبر من مباراة واحدة هل أنت قادر على عكس هذه القاعدة مع التعاون في الموسم المقبل على الأقل الأمر الصعب في هذه البطولة التنفسية شد في السعودية ثم الأمر يتوقف على الحالة فأنت تأتي إلى نادي في فترة ما في الرجاء مثلا فإن الفريق كان متأخر بالـ 24 نقطة وستداركنا الوضع وأنهينا الموسم بفارق أربع نقاط فقط عملت حسب الوسائل المتاحة للأنديا هذا ما فعلته في فرنسا وحجزت المفاجأة في أنديا صغيرة انتقلت إلى درجات عليا بمازيات محدودة أسعى دائما لذلك حتى وإن كان الأمر ليس دائما هو القاعدة هذا ما أسعى دائما لقومه وهذا ما حدث في نادي مازنبي في الكونغو كابتن ولكن طول تاريخك أيضا أنت تنجح مع الأندية المتوسطة لا تنجح مع الأندية القمة يعني الرجاء البيضاوي لم تكمل فيه العام الأهلي المصري لم تكمل فيه العام النصر السعودي لم تكمل فيه العام يعني لديك نجاح في ودي دجلة مثلا نجاح مثير جدا في مصر لديك نجاح أيضا كبير في مازنبي وأنا نجاح محدود أو خلينا نقول مقبول جدا في زمانك المصري تصنف التعاوم القمة أو الوسط كابتن عشان نعرف هتنجح ولا لا لن أقول هذا لأنني عندما وصلت إلى النادي الأهلي كان النادي قد أقصي من البطولة ولكنني ستعت إيصال الفريق إلى نهائي بطولة الأبطال وأحتي وأريد أن أقول هنا أنه بالنسبة لرجاء الدار البيضاء فزنا على الترجي التونسي في البطولة الأفريقية وطبعا فزنا بكاس السوبر مرتين في أفريقيا كذلك كان في وضع سيء ولكنني استطعنا أن نهزم الأهلي في كاس مصر وكذلك في البطولة ثلاثة لواحد لأولا المورو كما قلت تأهلنا للنصف النهائي في كاس الأبطال ولكن على العكس ما قلت هو حضيت بفرص كثيرة في تدريب أندية صغيرة وهي اليوم أندية يمكن أن تحقق الكثير وهي أندية تبحث عن الألقاب وكما أشرتهم خسرت نهائيات ولكن حققت ولكن لدي خبر الآن وهذا سيساعدني كثير لإدارة اليوم الحاسم وأنا أشعر أنني بحالة جيدة جدا وأستطيع أن نحقق نتائج كثيرة أرجو ذلك كابتن لديك بصمات أيضا جميلة في منتخب معلي قبل أن ننساها مركز ثالث في بطولة أمم أفريقيا وأرجو كابتن أن ألتقيك في المرة المقبلة وأنت تحمل إحدى البطولات في الدول السعودي ثم نقول حققت بطولة أيضا في الدول السعودي تضاف إلى سجلك إن شاء الله شكرا جزيلا شكرا لك شكرا كابتن شكرا كابتن كارديرون على هذا اللقاء أمل أن نلتقيك أيضا في اللقاءات قادمة وأنت تحمل إحدى البطولات شكرا باترس كارديرون المدرب العنيق شكلا وذوقا وقفتن الأخيرة بعدها اللاعبون السعوديون ينافسون الأجانب في قصة الشعر أهلا بكم من جديد قصة الشعر تميزت كثيرا في الدول السعودي هذا الموسم هل فقط تأثر اللاعبون السعوديون بقصة الشعر السباعي الأجنبي ألقاكم موسيقى هي مركز اهتمام صانع الصور الفرنسي المحترف اللاعب الهلال تمكن من خطف الأضواء بضفائره السميكة الممتدة من بداية الشعر لنهايته وهي قصة تشتهر بها بعض الشعوب الإفريقية وتمتاز بالبساطة ولا تحتاج إلى عناية خاصة صار على نفس خطة تسريحات تقريبا كاريو الجحفلي سلمان المؤشر سعد خيري ورومارينيو وإن كانت أقصر طولة أما عن ستايل أو لوك اللاعب القادم من الرأس الأخضر جاري رودريغس فكان مختلفا قليلا بجدائل صغيرة قصيرة ملاصقة للرأس الصربي فيتسا لعب الأهلي اعتمد هذا الموسم قصة طليل الحصان لكونها تتناسب مع شعره الناعم وضقنه المشذب الشعر المنكوش أو كما يسمى بتصريحة The Bed Head فهي علامة على النمر لعب التعاون المميزة الرأس الأصلع أو الحليق أو قصة بروس ويلز فظهورها الأبرز هذا الموسم داخل الملاعب السعودية اعتمدها كثيرون أمثال متريتام رابط مايكون الأحمدي وغيرهم أما عن التسريحة التي يكون فيها جانبي الرأس محلوق مع الاحتفاظ بشعر أطول نسبيا في الأعلى لملاءمة الوجه فالحديث عنها يطول لكثرتها هذا الموسم ديمة محمد السائح العربية اشتركوا في القناة